بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بهدى إليهم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله وهذا الباب قد أخذنا منه مسائل في درس سابق ولكن نعيد دراسة هذا الباب لأهميته فهو باب عظيم في بيان ما يصرف لله عز وجل وما لا يحل صرفه لغير الله عز وجل باب ما جاء في الذبح لغير الله وهذه الأبواب التي ذكرها المؤلف هو يشير إلى أنواع من العبادة التي صرفها لله عز وجل توحيد وصرفها لغير الله شرك وهو أحيان يفسر هذه الأبواب بالأدلة التي جاءت بالأمر بها وأحياناً يأتي بالأدلة التي تبين أن صرفها لغير الله شرك فهو يشرح المسألة أحياناً بتوضيحها وأحياناً بضدها فإن الشرك ضد للتوحيد فإذا عرف العبد حقيقة الشرك عرف حقيقة التوحيد وإذا عرف حقيقة التوحيد عرف حقيقة الشرك لأن الشرك ضد للتوحيد ومما استدل به في هذا الباب قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين وإذا أردنا أن نحدد العبادة وقد ذكرت لكم ما ذكره المؤلف وغيره فيما يحدد لنا العبادة لأننا إذا قلنا إن التوحيد هو صرف العبادة لله فكيف نحدد العبادة فإن العبادة تحدد بثلاثة أشياء انتبهوا لهذا جيدا إذا أردت من تعرف هذا العمل هو عبادة أو غير عبادة فإنه يتضح لكم بثلاثة أشياء الأمر الأول أن يكون هذا العمل قد أمر الله به أمر إيجاب فأي عمل أمر الله به وأوجبه عليك فهو عبادة أوجب عليك الحج أوجب عليك الصيام أوجب عليك الصلاة فكل ما أوجبه الله عز وجل عليك فهو عبادة هذه الصورة الأولى الصورة الثانية كل أمر ندب الله إليه واستحبه الله عز وجل مثل صلاة الضحى ومثل السنن الرواتب ومثل غيرها مما استحبه الله عز وجل أن تفعله فإن هذه المحبوبات داخل في المعبودات فهي من أنواع العبادة ومن هذه من هذه والصورة الثالثة أن يثني الله على هذا العمل فإن ثناء الله على هذا العمل يدل على أنه محبوب له إذا أثنى الله على عمل أو أثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فيدل على أن هذا العمل محبوب لله سبحانه وتعالى فتبين أن هذا عبادة تبين أن هذا عبادة فإذا عرفت صفات العبادة فإن فإنك تحرص أنك لا تصرفها إلا لله عز وجل وهذه العبادة تشمل أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوالة ولهذا من فسر العبادة وقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فتعريفه صحيح تعريفه صحيح لأن هذا التعريف لا يخرج من شيء مما ذكرنا فهو إما ما أمر الله به وجوبا أو استحبابا أو أثنى عليه وهذه إما أن تكون أقوال لسانية وإما أن تكون أعمال بالجوالح وإما أن تكون أعمال قلبية من المحبة والخشية والتعظيم والخضوع لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك فإذا عرفت هذه العبادة فتعلم أنها حق لله خالص لا تتوجه بها لغير الله سبحانه وتعالى فالتوجه بها لله توحيد والتوجه بها لغير الله شرك ومن هذه الأعمال الذبح فهل الذبح مأمور به؟ هل فيه دليل على أن الذبح لله أن تذبح من بهيمة الأنعام لله سبحانه وتعالى هل فيه دليل على أنه مأمور به؟ ها؟ فصلي لربك وانحر في أمر ولا ما في أمر؟ فصلي لربك وانحر ومن المعلوم أن النحر هو سفك الدماء من بهيمة الأنعام تقربا لله سبحانه وتعالى وأما ما ذكره بعض الرواه أن علي بن أبي طالب فسر النحر بأنه أن تضع يديك على نحرك في الصلاة فهذا حديث يقول أهل العلم بالحديث موضوع مو بصحيح فالنحر هو النحر النحر هو النحر ولهذا كان يتقرب الرسول صلى الله عليه وسلم وشرع لنا أن نفعل مثل ما فعل بأنه يتقرب إلى الله بالأضحية يتقرب إلى الله بالعقيقة يتقرب إلى الله بالهدي والهدي هو أن يهدي بعض بهيمة الأنعام يؤتى بها وتذبح في مكة تقربا لله سبحانه وتعالى سواء هذا المهدي كان حاج أو كان معتمر أو ليس بحاج ولا معتمر فإنه يستحب للإنسان أن يأتي بذبائح ويذبحها في مكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولإطعام أهل البلد الحرام من البقراء والمحتاجين وكل ذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في عمرته جاء معه بهدي العمرة التي صده المشركون عن الإتيان بها عام الحديبية فإنه جاء بهدي وهو في العمرة وهذا الهدي لما منع ذبحه مكانه لأنه متقرب به إلى الله عز وجل فحيث منع ذبح هذا الهدي في مكانه ومنه الهدي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه أهدى مئة من الإبل مئة من الإبل ونحرها تقربا لله عز وجل في يوم النحر ومنها أنه يرسل وهو في المدينة يرسل ب إبل أو غير إبل يرسل بها إلى مكة وتذبح بمكة وأما الأضحية والهدي فشانها معلوم فهذه أعلى الذبائح التي يتقرب بها العبد إلى الله وأما ما يذبحه للحم يعني ليأكل منه فإنه أيضا يذبحه باسم الله لأنه يشرع له أن يسمي الله على الذبيحة هذه لأن هذه النفس لا تجهق إلا لله سبحانه وتعالى فهو يسمي عليها ولهذا لو ذبح مرتد فإن ذبيحته لا توكل وإن كان الضيافة يعني ما ذبحها عند صنم ولكن ضيافة لكنه لا توكل لأنه ما ذبحها باسم الله إذا ذبحها المرتد أو المشرك الذي لا يزال على شركه وإنما استثنى الله عز وجل اليهود والنصارى لأنهم من الذين يؤمنون باليوم الآخر وعندهم شيء من الشرائع فاستثني هؤلاء إذا لم يذبحوها عند أصنامهم لكن لو ذبحوها عند الصليب أو قدموها للكنائس فلا يجوز لا يجوز أن يؤكل منها وكذلك لو أن بعض أهل الكتاب ألحد ما صار من أهل الشرائع لأنه لو كان مسلم ألحد ما أكلنا ذبيحته فكيف إذا كان من أهل الكتاب يعني لو عرفنا شخص مثلا كان من أهل الكتاب فألحد ومعنى ملحد أنكر وجود الله عز وجل ولم يتدين بما عندهم من الدين الذي في التوراة والإنجيل فإنه لا تؤكل ذبيحته مما يدل على أن الذبيح لا تطيب إلا إذا كانت باسم الله عز وجل ولم يهل بها لغير الله سبحانه وتعالى وانظروا كيف قرن الله عز وجل بين الصلاة والذبح فقال قل إن صلاتي ونسكي النسيك هي الذبيحة التي تذبح لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي ومحيايا يعني الأعمال التي أحيى عليها الأعمال التي يقوم بها في حياته ومماتي يعني وعند الموت فإن أعظم ما يكون عند الموت الرجاو الخوف لأنك عند الموت مثلا عند حال انقطاع العمل يبقى عمل القلب وعمل اللسان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وعمل القلب فإن قلبك يتعلق بالله عز وجل رجاءً وخوفًا تخشى من عذاب الله عز وجل وهذا من أعظم أعمال القلوب وترجو الله سبحانه وتعالى ترجو أن يغفر ذنوبك وأن يدخلك الجنة فإذن حياتك ومماتك لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله يعني أخلصها لله هذه الأعمال الصلاة والنسيكة وكل ما أنا عليه بالحياة من أعمال وكل ما أنا عليه من الأعمال عند الموت فإنها لله فالمراد لله يعني أخلصها لله أتوجه بها لله ولا ألتفت إلى مخلوق غير الله لله رب العالمين لا شريك له وهذا يفسر أنها لو توجه بها لغير الله صار شرك لأنه قال لا شريك له فمعنى ذلك أن التوجه بها لله توحيد والتوجه بها لغير الله شرك فهذه الآية من أصرح الآيات في بياني أن الذبح لغير الله شرك وهذا الذبح يعني هو إعلان للتقرب ولهذا ترون أن المشركين كانوا يتقربون بالذبائح لأصنامهم كانوا يذبحون يأتون بذبائح ويذبحون إبل وغنم إلى غير ذلك لا يذبحونها إلا عند الصنم فلو كانت لله يذبحوها بأي مكان لكن لما يأتون بها إلى الصنم فمعنى ذلك أنها تقرب لهذا الصنم وقارنوا بين هذا العمل وبين الذي يأتي بذبيحته إلى قبر ولي وريح يأتي بها من بعيد ثم يذبحها عند هذا القبر فإن هذا صورة ما يفعله المشركون تماما بعض من الناس قد يقول بسم الله ويذبحها عند قبر البدوي ولا عند قبر العيدروس ولا غيره هل بسم الله كونه أهل بها لله يعفيه من أن يكون فعله فعل المشركين ويقول أنا تقربت بالله لكنها عند الولي العبرة في الأعمال بالحقائق العبرة في الأعمال بالحقائق والقصوط إذا كانت لله ما علاقة الولي بها لماذا أتيت بها إليه إذا كانت لله فأنت لماذا أتيت بها للولي فكونك أتيت بها للولي فهي إما أن تكون خالصة للولي أو تكون أشركت الله فيها والولي إما أن يكون مخلصة للولي وإما أردت أن تشرك الولي فيها وأنك تريد أن يرضى عنك الولي تريد أن يرضى لأن هذا الولي لو تظن أنه يغضى بذا ذبحت عند قبره ما أتيت ما تغضبه فأنت أولا تعتقد أنه يدري يعلم يعلم أن فلان ابن فلان جاء ببقرته يقودها إلى قبره فمعنى ذلك أنك يعلم ويرضى بذلك يرضى بذلك ويفرح به ويحبك على هذا العمل فإذا أحبك توسط لك عند الله صورة فعل المشركين تماما صورة فعل المشركين تماما الشيء الزيادة فيها أنه ربما قال بسم الله لكن الحقيقة الحقيقة هي الحقيقة فإن العبرة بالمقاصد والحقائق والألفاظ ما تغير المعاني مدام هذا قصدك وهدفك فإن المقاصد هي التي تؤثر على العمل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأنت لو توجهت إلى الكعبة الآن في الحرم ورفعت يديك وتصلي وأنت ترأي تريد أن ينظر لك شخص بجنبك الصورة كأنها صورة صحيحة الصورة لكن القصد والحقيقة ضيعت عليك العمل القصد والحقيقة فأنت لما أتيت من مكان بعيد إلى هذا القبر وأتيت بالذبيحة عنده فهذا فعل المشركين ولهذا جاء في الآية لا شريك له وبذلك أمرت أيش الذي أمر به الإخلاص وبذلك أمرت يعني أن أخلص لله أصلي لله وأذبح لله وكل حياته كل أعماله في حياته وعند مماته لله يخلص فيها وأنا أول المسلمين والمراد بذلك أول مسلمي زمانه لأن كل نبي هو أول مسلم في قومه لأنه هو الذي يدعوهم للإسلام كل رسول كل رسول وليس كل نبي بحطم الفرق لأن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم كافرين يدعوهم للإسلام والنبي قد يبعث إلى قوم كافرين وقد يكون النبي في قوم مؤمنين وإنما يقودهم على الإيمان كما حصل في بعض أنبياء بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء ولهذا عدد الأنبياء أكثر من عدد المرسلين عدد الأنبياء أكثر من عدد المرسلين فكل رسول هو أول المسلمين في قومه لأنه هو أول من أسلم ثم دعا قومه إلى الإسلام ولا تحمل الآية على أن محمد صلى الله عليه وسلم أول المسلمين كلهم لأن الرسول عليه وسلم من أبناء آدم وآدم من المسلمين قطعا فلا يمكن أن يكون هو مسلم قبل أبيه هذا لا يمكن أبدا ولا تحمل عليه الآية وأنا أول المسلمين يعني أول مسلمي زمانه وهو أول من استسلم لأمر الله بالتوحيد عندما أوحى الله تبارك وتعالى عليه فذكر هذه الآية وذكر قول الله عز وجل فصل لربك وانحر وهذه الآية مثل الآية التي قبلها تماما فإن فيها أمر بالصلاة وفيها أمر بالنحر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام تعرفونه المراد به الشيخ بن تيمية عليه رحمة الله قال أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهم الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين حسن الظن وقوة اليقين لأن الإنسان لا يقدم ماله الذي تعب عليه إلا عنده يقين بأن الله سوف يعوضه فهو محسن الظن في الله عز وجل لكن الإنسان الذي ما هو مصدق بشيء لا يفعل لا يفعل إلا في حال الرياء والنفاق أو نحو ذلك لكن إذا لم يكن إذا كان في أمر خالي ما عنده أحد فإنه لا يفعل شيء إلا هو موقم به عنده يقين ولهذا قال الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عيدته والمراد بعدته يعني ما وعد الله عز وجل للذين ينفقون أموالهم بسبيل الله ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى عكس يعني هذه الحال عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر يعني بعض من الناس الإنسان لما يتقرب إلى الله فهو لحاجته إلى الله يريد المغفرة يريد أن يناجي ربه يدعو الله عز وجل بعض من الناس ولذلك الذين يتركون الصلاة ما ترد في ذهن هذه المعاني ما يشعر بالحاجة ما يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل وإلا من شعر بالحاجة إلى الله فإنه يتقرب إليه ولهذا انظروا بعض الناس عندما يتيه مرض أو نكبة تكثر عبادته لأنه شعر بالحاجة وربما تلاحظون هذا أن الطلاب أيام الاختبارات يكثرون في المساجد يعني عند الرغبة والرهبة يكثرون في المساجد ويدعو الله ويقول لأهله ادعو الله لي فلو كانت الرغبة قوية في الجنة تجد يقول ادعو الله قبل الاختبارات لأهله لكن ما يقول ادعو الله لي إلا عند الاختبارات وهذا لعظم لعظم الدنيا في قلبي فتجدوا عند الشدايد يلجأ إلى الله عز وجل ففي حال الرخاء ما يلجأ إلى الله فمعنى هذا أنه مستغني عن الله عنده نوع استغناء عن الله ما يشعر بالحاجة والافتقار إلى الله حتى يلجأ إليه ولهذا قال وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر تجدوا إذا جاءت الأبحية وإن كان مقتدر ما ينحرها ولا يضحي وإذا أراد أن يحج فإنه يسأل ما هو الحج الذي لا ذبيحة فيه ما يقول ما هو أفضل الأنساك تقول فيها القران والإفراد والتمتع يقول ما هو النوع الذي لا ذبيحة فيه لاحظتم كيف فهو يريد أن يفر عن الذبيحة يريد أن يفر عن الذبيحة فهذا يعني أمر أما من كان عنده اجتهاد آخر يظن أن الإفراد أفضل أو لا يجد الذبيحة والله عز وجل جعل لمن لا يجد الذبيحة مخرج يصوم عشر أيام ثلاثة في الحج وسبع إذا رجع إلى أهلي فعنده مخرج لكن إن كان بس فراراً وشحاً وبخلاً بالذبح لله فهذا الذي يحتاج أن يراجع نفسه عكس حال الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر ولهذا جمع بينهما يعني بين الصلاة والذبيحة في قوله قل إن صلاتي ونسكي قال والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب فين الفاء فصلي فصلي لربك وانحر فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر فإن الله قال له إن أعطيناك الكوثر والكوثر هو ناهر عظيم يرد عليه المسلمون يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء أحلى من العسل وأبيض من الحليب من شرب منه شرب لا يضمى بعدها من شرب منه شرب لا يضمى بعدها فالمؤمنون يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم الحوض ويشربون وأما ما يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يغرف ويسقيهم فهذا ما ما يعرف له دليل يعني ما يغرف ويسقيهم بيده فهذا لا يعرف له دليل وإن كان بعض الناس يذكره لكن يحتاج إلى دليل لكنهم يردون عليه الحوض ويشربون من هذا الحوض فمن شرب منه شربه فإنه لا يضمى بعدها فهذا نعمة من الله عز وجل أعطاه لهذا النبي الكريم ولهذا يحال بين أناس بعد أن يقترب من الحوض وبين الورود على الحوض يحال بينهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي لأنه يعرف أمته كيف يعرف أمته غر محجلين من أثار من أثار الوضو فمعنى ذلك أن الذي لا يتوضى ولا يصلي يكون من أمة محمد هو يعرف أمته بهذه العلامة غر محجلين فمعنى ذلك أن بعض هؤلاء الذين يريدون على الحوض هم أهل صلاة ومع هذا يحال بينهم وبينه وسبب ذلك البدع جارنا الله وإياكم منها لأنه يقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك يعني وقعوا في حدث وبدع حالة بينهم وبين الورود على الحوض هذا النعمة العظيمة إن أعطيناك الكوثر فدله على شكرها فقال فصلي شكرا لله فصلي لربك وانحر فهذا شكر على هذه النعمة العظيمة فهذا معنى قوله أتى بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر قال وأجل العبادات البدنية الصلاة أجل العبادات الصلاة لماذا فيها القراءة تلاوة القرآن وخاصة أم القرآن الفاتحة أفضل سورة أفضل سورة هي التي ترددها في صلاتك فمن أجل العبادات أن تردد أفضل سورة في القرآن ومنها الركوع لله سبحانه وتعالى ومنها السجود لله سبحانه وتعالى وهذا كله يعني في غاية الخضوع والتذلل ولهذا لا يجوز الركوع ولا السجود لغير الله سبحانه وتعالى البتة عبادة محظة لا يجوز أن تركع لمخلوق ولا أن تسجد لمخلوق ومنها الدعاء الدعاء سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة ودعاء العبادة هو الذكر في الصلاة الثناء على الله عز وجل التسبيح التنزيح فهذا دعاء عبادة ودعاء المسألة تطلب من الله سبحانه وتعالى فهذه الصلاة حالة للعبد من أفضل الحالات من أفضل الحالات وهو يناجي فيها ربه ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى وزعها في خمس أوقات حتى لا يطول بعد العبد عن ربه حتى لا يطول فترة ثم يقف أمام ربه ويناجي يقف أمام ربه ويناجي ويدعو ويخفف من الذنوب ويزيل الذنوب وجعل الله الوضو لوحده كافي الوضو لوحده ماهو كافي عن الصلاة لكن الوضو لوحده هو تكفير لكثير من السيئات التي اقترفها العبد إذا سمى الله وتوضى ونوى بذلك أن الله سبحانه وتعالى يكفر عن هذا الذنوب ثم يدخل في صلاته فيخرج من صلاته مطمئن القلب منشرح الصدر قد تقرب إلى الله عز وجل فلما يغفى اللحمة جاء وقت الصلاة الأخرى وذكره الله بها بالآدان يذكره بهذه الصلاة ثم ياتي إليها وهكذا فهي من أجل الأعمال البدنية الصلاة وأما النحر فهي من أجل العبادات المالية النحر من أجل العبادات المالية وهذا قد يرد عليه إشكال الزكاة فإن الزكاة ركم من أركان الإسلام الزكاة ركم من أركان الإسلام ولا شك أن الزكاة يعني مقدمة على الذبح الزكاة مقدمة على الذبح لأنه ركم من أركان الإسلام لكن هنا أتكلم نعم حتى النحر في النسك حتى النحر في النسك فإن الزكاة مقدمة لأن الزكاة ركم من أركان الإسلام ولهذا حارب الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة الذين لم يريدوا أن يدفعوا الزكاة لكن هنا جعل أن هذا أجل العبادات المالية لعل من أجلها قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر ثم ذكر بعد هذه الآية ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه الإمام المسلم فيه صحيحه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض فهذه أربع كلمات يعني أربع قضايا ذكرها له الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو شرك ومنه ما هو كبيرة من الكبائر والكبائر دهليزي للشرك الإنسان إذا استسهل الكبائر فربما جره ذلك إلى الشرك ولهذا بدأ بمن ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله وهذه من ألفاظ العموم لعن الله من ذبح لغير الله واللعن هو واللعن هو الطرد عن رحمة الله عز وجل ورحمة الله الجنة فهذا دعاء عليه أن يطرد من الجنة لعن الله من ذبح لغير الله وهذا الأمر في غاية الخطورة وهو منتشر في هذه الأزمنة يعني مع انتشار العلم مع انتشار العلم وانتشار الكتب وانتشار الدعاء إلى الله عز وجل فإنه حدثت انحرافات عند بعض الأمة المحمدية إلى درجة أنهم يذبحون لغير الله والعياذ بالله وهذا قد لا ترونه في هذه البلاد وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ما ترى أحد يجر ذبيحة ولا بقرة عند قبر ويدبحها لكنه يوجد في كثير من بلدان المسلمين يوجد في كثير من بلدان المسلمين ولهذا تجد في بعض البلدان أضرحة أضرحة يذهب إليها الناس ويعظمونها ويذبحون لها وينذرون لها وتجد أن بعض القوانين الجاهلية تحمي هذه الأضرحة وتسميها آثار وتجعل لها قوانين كبيرة تحميها هذه الأضرحة بل تجد التي يسمونها محاكم دولية التي يسمونها محاكم دولية هي التي تحاكم لأن المحاكم الدولية هي التي تحمي الآثار فهم لا يفرقون بين ما يعبد من دون الله وبين غيره ولهذا يعني ترونهم إذا هدم قبر يتباكون عليه إذا هدم ضريح على قبر يتباكون عليه وكأن من فعل ذلك فعل جريمة لا تغتفر يعني من هدم ضريح مبني على قبر يعبد من دون الله فيرون أن هذه جريمة لا تغتفر ويحاكمونه بموجب قانون الآثار الدولي أي آثار آثار أيش يعني قبة على قبر يعني الأثر لو قصروا الآثار على ما يستفيد منها الناس شيء يستفيدون منه لكن قبة على قبر ماذا يستفيد الناس منها ماذا يستفيد الناس من قبة على قبر لكنها حماية الوثنية قوانين حماية الوثنية فهم يحرصون عليها غاية الحرص ويتباكون عليها ويرون هذا من الجرائم الضخمة يعني ربما حكموا على الشخص بثلاثين سنة السجن ولا خمسة وعشرين سنة لأنه هدم قبة مبنية على قبر فهذا منتشر مع الأسف الشديد الذبح لغير الله والتبرك بقبور الأولياء والصالحين والنذر لها بل أجل من أدهى من ذلك الاستغاثة بها المكروب أول ما يمس كرب أول ما يفكر في الولي يذهب للولي إذا حزبه أمر ما يلجأ إلى الصلاة ويدعو ربه إذا حزبه أمر ذهب إلى الولي ذهب إلى الولي يشكي عليه حاله وتجد بعض الدجاجلة من المخرفين الذين يأتون بمجاملة مجاملة عوام الناس الجهلة على عقائدهم فهو يفتي بما يريده الناس فقط فتجدوا يأتي بالشبه يأتي بالشبه ويضلل الناس حتى يأتي بالشبه حتى يصير معظم عندهم فيزين عبادة القبور ويزين الاحتفاء بها ويزين الذب عندها والنذر عندها وهؤلاء من أسوأ خلق الله الذي يزين الشرك للناس لأجل الدنيا فهذا من أسوأ خلق الله يعني هذا في درجة أعلى من الجاهل الذي وجد الناس يفعلون شيئا ففعله لكن الذي يشرع لهم عبادة هذه الأوثان والتقرب إليها والذبح لها وينافح عنهم فهذا هو الداهية الدهياء وتجد أنواع من هؤلاء يكذبون على الناس ويدجلون عليهم ويأتون بحكايات مكذوبة وموضوعة حتى بعضهم يعني يذكر من الحكايات أنه جاء واستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر وصافحه أخرج يده من القبر وصافحه وتجد ناس يصدقون ويذكر هذا في أشعار له وحكاية يذكرون وأشعار طيب والناس ما شافوا هذا قال ما ترونها هذه يعني زي أمور الغيب ما ترونها هذه ما ترونها لكن أنا رأيتها وهذا مما يقطع به أنه كذب كذب صراح أخرج يده من القبر وسلم عليه وهو يستغيث به فمعنى ذلك أن الرسول عليه وسلم يجيز الاستغاثة بالمخلوق فهو ينسب الشرك هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أجارنا الله وإياكم من هذا الكذب والفجور الذي يروج في كثير من الكتب الخرافية التي أضلت كثيرا من الناس ولهذا لا ينبغي للإنسان أن كل ما وجد شيء مكتوب في كتاب سلم به لا ما هو بصحي ما هو صحيح أن كل ما وجدت لك كتاب أخذت ما به لأن الكتب فيها الحق والباطل فكيف تميز بين الحق والباطل كيف تميز تنظر إذا ما كان عليه السلف الصالح وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فتعلم أنهم على الحق والصواب فهل أحد منهم ذبح لمخلوق ما في البتة وحتى هؤلاء يعني أهل الخرافة لا ينسبون ذلك لأن التاريخ يفضحهم ما تقول لهم أخبروني الصحابة كم كانوا يذبحون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الإبل والبقر ما فيه لأنهم ما يجدون تقول كم كانوا يذبحون عند قبر حمزة سيد الشهداء ما يجدون الصحابة ما ذبحوا ما ذبحوا شيء وهم يسلمون بها أهل الخرافة يسلمون بها ولهذا ما يقولون مثلا ذهب عمر ومعه ثلاثة من الإبل وذبحها عند قبر رسول صلى الله عليه وسلم ما يقولون ذلك فهذا يدل على أنهم يعرفون أن ما يمارسونه شيء مبتدع في الدين لا أصل له بل إنك تجد بعضهم يتابع الأئمة يقول أنا على مذب الشافعي في الفقه تمام أنت على مذب الشافعي أقلنا أعطني أهل الشافعي أخذ إبل وذبحها عند قبر من القبور قال الله ما ذكروا بزيرته لكني أنا أخذ منها الفقه فقط ودينك الآخر العقيدة وصول الدين فين تأخذها؟ قال أخذها من سيدي فلان ولا من الولي فلان طيب إذا كان الشافعي إمام معتبر عندك وقبلت قوله في الفقه فلماذا لا تقبل قوله في أصول الدين؟ أنت لماذا لا تقبل قوله في أصول الدين؟ مثل ما تقبل قوله في الفقه؟ أنت لماذا لا تقبل قوله لإمام مالك في أصول الدين؟ مثل ما تقبل قوله في الفقه؟ لماذا لك إمام في التعبدات والطرق والخرافة والدجل ولك إمام في الفقه؟ ماذا من أن معظم عندك؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ لماذا لا تفكر أصلا؟ لماذا هؤلاء لأم الكبار وأصحاب الحديث البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم لماذا ما تنظر في سيرهم هل ذهبوا إلى قبر هل بنوا مسجداً على قبر هل بنوا ضريحاً على قبر هل نذروا لقبر ما فيه العجيب أن بعض من الناس يظن هذا الأمر يعني شيء بسيط انبغوا الناس يذبحون وانما بغوا يذبحون هذا في أصل الدين هذا في أصل الدين يعني إذا صرفت العبادة لغير الله عز وجل وانتشر الشرك بين الناس وليس له نكير فبعض من الناس يجامل هؤلاء ويدعونه وهو ينسب إلى العلم ويدعونه ويقولون عندنا مولد للسيد البدوي والبغير تعال فيحضر ويتبسط معهم في الحديث ويأكل من هذه الذبائح وهم يستغيثون بالبدوي أمامهم وتجد قد وصل أعلى الرتب العلمي في الدنيا التي يشار إليها بالبنان طيب ما تنظر في سيرة الرسول عليه وسلم وسيرة الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين وتنظر كيف كانوا يتعبدون لله سبحانه وتعالى فالأمر جد خطير وعدم اهتمام الناس بهذا يدل على أنهم منصرفون للحياة الدنيا ما يفكرون في أصل العبادة لله عز وجل والذي ينقض العبادة هذا عندهم شيء ثانوي هم منصرفون للتنمية للرفاهية للحياة الدنيا فقط هذه ما يفكرون فيها ولا يهتمون بها كثيرا ولهذا تجد في بعض البلدان المناهج العلمية تأخلوا من تعليمهم التوحيد أصلا أعظم فريضة على العبدة التي يبعث الرسل من أجلها ما تجدها مثلا في مناهجهم لا يعلمونهم إياه يشي دل عليه تحصلهم يعلمونه ما يستفيد منه في حياته الدنيا فقط ما يستفيد منه في حياته الدنيا فهم يعلمونه إياه وما يقربه إلى الله عز وجل ويصح عباداته فهذا لا يهتمون به إن بغي تعلمه وبنفسه بكيف وما بغي تعلمه بكيف فين بغي أن ندرك الأمور على حقائقها وأن نحرص على دين المرسلين لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والده وهل في إنسان عنده عقل يلعن والده يقول فيه من يقتل والده نعم فيه شذوذ بعض الناس يقتل والده وبعضهم يلعنهم فهذا ملعون ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه صورة وهذه من أخبث الصور وهي نادرة لكن في صورة أن يكون سبب في لعن والده أن يكون سبب في لعن والده فإنه يلعن والده شخص فيرد عليه فيلعن والده فكان سبب ولا ما كان سبب كان سبب في لعن والده وهذا كثير ولهذا تجد هذا اللعن منتشر على لسان كثير من السفهة من الناس بل وبعضهم يلعن وهو يضحك ويلعن وهو يمزح يعني لعن المومن كقتله يعني لو واحد قتل والدك إيش موقفك منه لو ضرب والدك ما يقتل لو ضرب ما ترد الضرب عليه في الحال لكن يلعن وهذا يضحك لأنه ما هو مستشعر وشو معنى اللعن أصلا ما هو مستشعر وشو معنى اللعن ولأنه عاش في أجواء اللعن فيها أمر مستسهل لعن الله من آوى محدثا آواه يعني حماه والمحدث من أحدث حدثاً في دين الله فتأويه وتحميه يعني الحماية تكون إما للمحدث وإما للحدث الحماية التي تدخل تحت هذا اللعن هي تشمل المحدث ذاته يعني شخص يحدث حدثاً في الدين فتحميه ما تخلي أحد تعرض له وإما أن تحمي نفس الحدث قد يكون هذا الحدث الذي أحدث هذا الحدث مات لكن منهجه في الحدث وطريقته أنت تدافع عنها وتحميها وما تترك يرد عليها ولا يفسدها فهذا داخل لأن الحدث ثلم في الدين فأنت بهذا تعين على ثلم الدين وتدافع عن الباطل وتدافع عن المنكر وتدافع عن أهل المنكر فهذا معنى الحدث أن تحميه بجاهك أو بمالك أو بسلطانك أو ترضى هذا الفعل فالأمر خطير جدا الأمر خطير لو كان الناس يفكرون كم من إحداثات في المجتمعات وتحمى يحميها أناس إما بقوة سلطانهم وإما بقوة جاههم وإما بما عنده من العلم يسخره لحماية هذا الحدث ويشكك الناس في دينهم وياتي بالأباطيل للدفاع عن هذا الحدث حتى يقلب غير المشروع كأنه مشروع فإن لم يحوله إلى مشروع فإنه يهونه أنتم ما لقيتوا ولا هذا ما لقيتوا تتكلمون على هذه البدعة اهتموا بالأشياء الثانية يخففها يعني وإن كانت بدعة والبدعة كلها ضلالة فهو يمنعك عن هذه البدعة ويقول لك إن إنكارك لهذا البدعة تفريق للمجتمع فلا تنكر هذه البدعة ولا الثانية ولا الثالثة فتنتشر البدع وفيه من يأوي المحدثين وهذه مصيبة يعني مصيبة لأن حماية دين الناس مقدم على كل شيء مقاصد الدين مقاصد الدين خمسة أول مقصد حماية عقيدتهم المراد العقيدة الصحيحة مو تحمي عقيدة كل أحد مو واحد عقيدته منحرف تقول أبا أحمي عقيدته لا هذا يواء المحدث المراد عقيدتهم التي تلقوها من الرسول صلى الله عليه وسلم العقيدة الصحيحة لو كان الناس عندهم أربع خمس عقيد منحرفة فما تقول أنا ولذلك الآن الفهم العالمي يريدونك تحمي عقايد كل المجتمع فيقول هؤلاء مواطنون ومدام إنه مواطن إن كان يذبح من القبر تحمي عقيدته إن كان إن كان نصراني تحمي عقيدته إن كان نبوذي تحمي عقيدته إن كان من الصابية تحمي عقيدته وربما لبس على الناس وقال المقصد حماية العقيدة لكن العقيدة المراد بها المراد بالعقيدة عقيدة الإسلام وليس كل عقيدة منحرفة واحد يعبد البقر تقول أحمي عقيدته واحد يعبد النار تقول أحمي عقيدته هذا لا يمكن وأن ما هي العقيدة الصحيحة نكتب بما سمعتم ونكمل تبقى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر